اهلا بكم مشاهدين تمثل تجربة بنك الفقراء جرامين مثالا حقيقيا ساعد الفقراء في ايجاد حل لفقرهم من خلال نظام عمل متكامل يقدم المال ويؤمن لهم التدريب للبدء بمشاريعهم الخاصة لتحسين مستوى معيشتهم حيث لم يهدف البنك لتحقيق اهداف ربحية بل اوجد من اجل اهداف اجتماعية بالدرجة الاولى وتمكن البنك من تحقيق النجاح ومن هنا يظهر دور الاهداف الاجتماعية في نجاح هذه التجربة وهذا ما سنلقي عليه الضوء في هذه الحلقة من برنامج سوسيولوجيا اهلا ومرحبا بكم اهلا بكم من جديد مشاهدين ما هي الاهداف الاجتماعية لبنك جرامين وما هو دور هذه الاهداف في نجاحه وماذا يقدم البنك للمقترضين من برامج التأهيل والدعم هذه محاور حلقتنا من برنامج سوسيولوجيا سنتعرف عليها مع الباحثة الاجتماعية زينب عريس اهلا وسهلا فيك انسي زينب عريس اهلا وسهلا فيك استاذ غدير هلا بالبداية بدنا نتعرف على هذه التجربة الناجحة بنك جرامين او بنك الفقراء ما هو؟ بنك جرامين هلا بالبداية كلمة جرامين تعني بالبنجالية هي القرية يعني مقصود فيها بنك القرية كانت تهدف الاقراض فقراء الريف طبعا وغير وخارج الريف بس يعني كان استهدافها الاكبر لفقراء الريف لانه كان في عام 1976 بلشت الفكرة كانت احوال الريف البنجلاديش كانت كتير امور سيئة كان في مجاعات كان في وضع اقتصادي متردي طبعا التجربة حائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2006 منلاحظ بعد 30 سنة اثبتت نجاحها وحصلت على الجائزة وبررت لجنة جائزة نوبل بررت اختيارها انه تحقيق السلام تحقيق السلام الدائم في الدول النامية لابد ان يتم من خلال القضاء على الفقر تجربة ناجحة كانت بكل معنى الكلمة اسست في بنكلاديش مثل ما ذكرتي كانت بس 76 وكان في ازمة اقتصادية طيب الشخص اللي يأسس هذه التجربة ويلي نجحت على مستوى بافقر دول العالم هو مختص بهذا الموضوع طبعا شو بيميزه عن غيره هلا هو الدكتور اسمه محمد يونس هو اللي حاز على الجائزة بشكل شخصي هو مؤسس الدكتور محمد يونس والدكتور محمد يونس هو صاحب الفكرة حائز على دكتورة بالاقتصاد من جامعة فاندربلت الأمريكية هو خلال جولاته بالريف بنكلاديش لاحظ وجود نسبة عالية من الفقر واستغلال من المرابين للفقراء ففكر انه من خلال مبلغ صغير يقرضون بدون الحاجة لضمانات مالية لأنه هنين ما عندن شي يمتلكوه فانه فكر انه ليش ما المؤسسات الاقتمانية والبنوك ليش ما بتعطي هالمبالغ الصغيرة للفقراء حتى يبلشوا بمشاريعهم الخاصة وبالتالي يتخلصوا من الفقر حالو يعني كان التجربة كان فيه معانات وكان يقرض الناس الفقراء الضمانات للبنوك تماما يعني حتى انه عرض الفكرة على أصحاب البنوك ما لاقت استحسان أبدا رفضوه تماما ففكر انه هو خلص يبدأ المشروع هو شخصيا وظل لعام 1983 لحتى حصل على الموافقة الرسمية واشتغل بنك جرامين بشكل رسمي بس خلال فترة 76 لال83 كان الاقراض مستمر بس بدون أوراقه بدون أي شي جاءت بدايات الفكرة من أجل أهداف اجتماعية وليست ربحية تماما أهداف البنك حول ماذا تمحورت لحتى كانت بتناسب الواقع أهداف البنك تمحورت حول أكيد كان فيه تحسين واقع فقراء دعم الناس بشكل عام تماما أنه كان أول شي تقديم الخدمات المالية للفقراء تخلصهم من استغلال المرابين المقرضين للفقراء كمان لحد بنا البطالة تشغيل القوى المعطلة كليا أو جزئيا ووضع الأفقر الفقراء ضمن إطار تنظيمي بيساعدهم من خلال المجموعات بتساعدهم لحتى ينطلقوا سواء بشرط أن يكونوا عندهم نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية كانت الأهداف الاجتماعية بحثة وهي تأمين مستوحيات أفضل للفقراء يكمن سر نجاح البنك حول فعالية الأهداف الاجتماعية التي يقدمها للفقراء وطبعا الأهداف الفعالية تظهر من خلال الفئة المستهدفة من خلال عملاء البنك من خلال المبادئ الستة عشر للبنك هل بنا نتعرف على كل واحدة بالمختصر؟ الفئة التي يستهدفها البنك هي مثل ما ذكرت في الفقراء؟ خلينا نتعرفها هنا أكثر هلأ الفئة التي يستهدفها البنك أول شيء تعرفنا أنه يستهدف أفقر الفقراء أفقر الفقراء طبعا وعملاء عفوا أفقر الفقراء وبيستهدف النساء حسرا يعني بشكل كبير عفوا مو حسرا بشكل كبير يعني بنسبة 97% من عملاء البنك هننساء 97% من عملاء البنك هننساء شو السبب؟ السبب كبداية أنه المرأة يعني كجدارة ائتمانية عند السداد تسدد أكثر من الرجل عندها يعني جدارتها أسبت جدارتها تسدد المبلغ القرض أكثر من الرجل أكثر من الرجل ملتزمة بالسداد أكثر منه كمان مسؤوليتها تجاه الأسرة بتخليها تفكر تماما بشكل فعال أنه تستفيد من القرض من خلال أي عمل مهما كان المبلغ صغير من خلال عمل منتج للعائلة بدر للعائلة ربح وتظهر بشكل أسرع فوائد القرض على عائلة المرأة المقترضة أكثر من حال لما بيكون الرجل لهيك نسبة الرجال للمقترضين هنا 3% طبعا وهيدا الشيء صار فيه دراسات مو عم نحكي كخلال أنه خلال إحصائية مو رأي لا هو خلال دراسات وإحصائيات أثبتت أنه المرأة هي الأكثر جدارة بالحصول على القرض هيدا بالنسبة للفئة المستهدفة الفئة المستهدفة عملاء البنك عملاء البنك كمان مثل ما حكينا هو من ضمن الفقراء هن الغالبية نساء يعني ما بدنا نكتير نعيد ونكرر نفس المبدأ بس أنه لكن في قواعد أساسية تماما في قواعد أساسية طيب بالنسبة لذا ذكرت شيء اسم القرارات 16 قرارات 16 بتحكي طبعا باختصار تحكي عن الوحدة الشجاعة العمل الدقوب والطموح في كتير عادات كمان اجتماعية هلا طبعا حسب هلا هنيك عندهم عادات اجتماعية رفضوها بخلال القرارات 16 طبعا بخصوص مبالغ مالية أنه من خلال هنيك البنتي بتدفع المهر للشب طبعا إحنا عنا ما في هيك شي بس أنه يعني لقوا مثلا حاولوا حاولوا يلغوا الشي يعني هو من ضمن القرارات أنه يلغوا مثلا هيك عادة أنه يحملوا المرأة عبئ يعني كان في الفكرة ما في أنه القرارات 16 بتحدد أهداف أو أهداف بتحاول تبس مفاهيم كانت خاطئة أو متعدين تماما خاطئة بتحاول تبس القيم الصحيحة وبتبس كمان أنه السقة بالنفس تعزيز السقة بالنفس وتعزيز أنه الفقير أنه هو مو شخص عاجز تماما عن أنه يستمر بالحياة لا هو شخص إذا حدا نساعده قادر أنه يوصل للي بده ياه من خلال ثقة بنفسه أولا يعني هذين القرارات 16 كانت من خلال ورشات العمل فينا نقول أو برامج تأهيل ودعم لازم تكون تماما في برامج تأهيل ودعم بتساعدهم ويتم إضاحة هذه القرارات تماما الآن سيزينة ننتقل لمحور آخر واللي هو أهلية عمل البنك ما هي؟ بتضمن أهلية عمل البنك مراحل منح القروض وأنواعها بتضمن أهلية تسديد القرض وحالة وفاة المقترد خلينا نتعرف على كل واحدة بالتفصيل مراحل منح القروض مراحل منح القروض طبعا لا يتم منح القروض لحتى الشخص ينتسب لمجموعة بتكون مكونة بين 3 إلى 10 أشخاص ضمن هذه المجموعة بيقدم طلب انتساب لرئيس المجموعة ساعتها بيتم ضمه طبعا في كتير إجراءات وموافقات بس هي عملية ما بتستغرق أكتر من 3 إلى 7 أيام بيكون الشخص حصل على القرض بيكون حصل على القرض بس طبعا بشرط أنه يكون مقدم عمل إنه هو شو العمل يلي بدو يشتغله وبمجرد حصله على القرض لازم خلال أول أسبوع فورا يبدأ بالعمل طيب بهيدا الفكرة بهيدا العنوان أو الأهلية في أنواع للقروض كمان طبعا في أنواع للقروض في قرض عام في قرض أساسي هيدا اللي بيمنحوا هيدا اللي عم نحكي عنه حاليا أكتر شيء صلتنا عليه الضوء في قرض اسكان في قرض الأسرة هيدا مسؤولة عنه قانونا المرأة وفي قرض تكنولوجيا كمان هيدا تكنولوجيا مثلا مثل قروض ري حديث أو هيك شيء تضمن هيدا الشيء إنه تكنولوجيا حلو طب بالنسبة لأالية تسديد القروض آالية تسديد القروض تتم مثلا حسب كل نوع قرض بس مثلا القرض الأساسي اللي عم نحكي عنه بتتم تسديد الأقصات مو شهريا تتم أسبوعيا تكون المبالغ أقل وأسهل بالسداد على الفقراء يعني خلال 52 أسبوع بتكون القرض مسدد كامل هيدا بالنسبة لتسديد القروض البسيطة البسيطة ولما بصير في مراحل متقدمة تماما هلا في مراحل في قروض في ميزات بالقروض يعني مثلا قرض الاسكان من خلال عدة إنه يكون فيه سداد والتزام بالسداد بعدة قروض بصير الفرد قادر إنه يحصل على قرض اسكان هيدا بالمراحل المتقدمة كل ما صار في مرحلة أكبر أو قرض أكبر صار فيه ثقة أكثر وصار فيه عروض أكثر فيه بقرض الأسرة كمان المرأة اللي بتكون مسؤولة عنه قانونا مثل ما حكينا لازم تكون مسددة أربع مرات قرض بشكل كامل مقترضة أربع مرات ومسددة عليها الدين بشكل كامل بيطلع لهيدا قرض الأسرة بالنسبة للحالة الأخيرة حالة وفاة المقترد حالة وفاة هذه الحالة أكيد فيه شروط فيه لازم يتبعوها مثلا هل تعود المسؤولية إلى ذوي المتوفي تماما راعوا بالقروض هذه الناحية أنه في حالة وفاة المقترد ماذا نفعل ففتحوا صندوق بيسدد فيه المقترد أول مرة بيسدد فيه رسم إجباري هذا الصندوق بيساعد يعني من خلال بيغطي قيمة القرض هذا الصندوق بيغطي قيمة القرض في حال وفاة المقترد يعني ممكن تكون مثلا المرأة المقتردة بما أنه هنا الغالبية نساء ممكن تكون أرملة وعند أطفال تحت سن السادسة أو هيك شي وصار حادث وصار وفاة فأكيد الأطفال ما رح يقدروا يسددوا القرض وتصير ملاحقة وهيك شي فالقرض هون بتظهر أهميته أنه هو كيف بيغطي الصندوق تكاليف القرض بهذه الحالة أنسي زينب في دليل بأنه ما في كفالات أو ما في رهون أو كفلاء تماما ما في ضمانات مالية لهيك هيدا المجموعات وكفلاء فينا نعتبرها مثل ما متعودين بالحالة القروض العادية في حالة أنه لازم يكون عندي كفيلين لحتى أسحاب قرض بهيدا الموضوع ما في كفلاء غير أنه كمجموعة بتتبنى فيه طبعا الكفلاء مجموعة بس عم تتبنى ومثل ما حكينا مجموعات دعم هن مجموعات صغيرة ولكن غير مسؤولة عن دفع القرض في حالة الوفاة يعني هي مجموعات ضغط تضغط على العضو في حال أنه هو ما سدد القرض ولكن بحالة الوفاة في صندوق الدخار موجود بالبنك في صندوق الدخار بيغطي قيمة القرض طيب هلا دائما للبدء بأي عمل جديد أو استثمار لازم يكون فيه تأهيل أو تدريب بهذا الموضوع وهي ميزت بنك جرامين أنه فيه برامج للدعم والتأهيل بالنسبة للمقترضين خلينا نحكي عن هذا الموضوع أكتر برامج الدعم والتأهيل يلي بقدمه بنك جرامين حكينا أنه عندهم مبدأ أساسي يلي هو أنه بدل أن يأتي المقترض إلى البنك يذهب البنك إلى المقترضين فكان البنك يروح على كتير أرياف ياخد معه طاقم من البنك يعطوا محاضرات تعريفية كيف بيشكله المجموعات شو الأوراق المطلوبة كل هيدا الشي فبيعطوهم مثل ثقافي عن البنك ممكن يوصلوا لمناطق ما سمعانين بالبنك فهيدا الشي يعني هو اللي عطى انتشار أكبر للبنك أنه راح لعند الناس مو الناس يلي إجت لعنده حالو هيدا بالنسبة للتوعية أو تعريف بالبنك والقروض أو تحفيذية فينا نعتبر اعتبر فيه ناس صارت تيجي وبلشت بدت أخذ القروض بيكون فيه تأهيل أو تدريب بموضوع مثلا بحرفة معينة أو طريقة استثمار للقرض طبعا هلا فيه مثل ما حكينا على المحاضرات التعريفية بيكون فيه مثل دورات تنمية بشرية أنه بيعطوا كيف يساعدون يبدأوا بعمل جديد كثير بيعطوهم أنه تحفيز تماما فيه تحفيز لحتى وخاصة إذا القروض مثل ما ذكرتي أنه الأغلبة بالريف عم تكون تعليم أو تأهيل أو تدريب ما بيكون بجوز هني عندهم خبرة لأهالي الريف بطريقة استثمار المال مضبوط ولكن موضوع المجموعات خلينا نحكي عنه شوي موضوع أنا مثلا خلينا نحكي نعطي مثال أنا بدي أنتسب لمجموعة بدي أخذ قرض لازم أنتسب لمجموعة هذا الشرط الأساسي هيدا المجموعة شو بتتضمن شو بتتكون هلا هيدا المجموعة مثل ما حكينا بيتضمنوا من الثلاثة إلى عشر أشخاص ثلاثة إلى عشر أشخاص ثلاثة إلى عشر أشخاص وممكن إذا من مجموعات لعشر مجموعات بشكل مركز ضمن منطقة كمان هيدا المركز يعني في مجموعات وفي مراكز كل مجموعات بيصيروا مركز كمان المركز مسؤول عن هيدا المجموعات كمان هي تراتبية فينا نعتمد عبارة عن مجموعة بتكون 3 إلى 10 أشخاص أنا بدي أنتسب للمجموعة هني شو مسؤوليتهم تجاه أي عضو بيجيد عندهم مسؤوليتهم تجاه أي عضو بيساعدوا في حال واجهتوا مشاكل في حال ما سدد يعني بيصير ضغط عليه كما ذكرت جماعات ضغط يدخل عليه إذا أكتر من 6 أقصات ما سددهم فورا فصل من المجموعة في حال المجموعة بيأكملة أنه كمان تخلفت عن التسديد كمان تفصل من البنك بس طبعا الفصل بيكون هو حل نهائي يعني هنا ما هدفهم يفصلوا الناس هنا هدفهم أنه يساعدوا فعلا يتغلب على مشكلة الفقر في شغلة مهمة جدا معلومة قرأت عن هيدا الموضوع بنكي جرامين أكتر من الملايين المتساعدين المتسولين انتسبوا إلى البنك صحيح هيدا الشيء في برنامج للمتسولين حتى يعني مراعاة أنه حتى سموه برنامج الأعضاء المكافحين يعني غيروا اسم المتسولين أو الشحاذين غيروا الاسم ماعطوهم تسمية ماعطوهم هيدا التسمية فهيدا الشيء ساعد يعني كمان أحيانا البرنامج لما حصروا ضمن المتسولين ممكن كتير ناس أنه لا بينما برنامج الأعضاء المكافحين صار في يعني 81 ألف شحاد هيده بالبداية بالبداية انتسبوا انتسبوا الهم ميزات كتير عن القروض الابل. شو بيختلفوه؟ يعني مثلا ما في يعني ما في صعوبات ما في صعوبات الاقصاد ميسرة اكتر ممكن بيراعوا شوي هيدا الوضع بس اهم شي انه شرط انه يترك التسول يترك مهنة التسول هيدا اهم شرط لحتى ينتسب لبرنامج. وما فينا نعتبرها مهنة ولكن هي وسيلة لحتى يعيش تماما وسيلة لحتى يعيش بالعاكس هيك عم بيساعدوا انه انت هلا في ناس يعني ما الظروف بتعاكسها فبتضطر انه للتسول يعني بالنهاية بتكون كل البواب مسكرة بوشها. فهيدا البرنامج عم يعطي امل لناس انه ما عندهم كل البواب مسكرة بوشهم فهو باب جديد انفتح بوشهم. هون بيظهر الابتكار ببرامج بنك جرامين. يعني هو هيدا بعد فترة ظهر برنامج المكافحة التسول. مو الاشخاص الكادية. برنامج الاعضاء المكافحين. الاعضاء المكافحين بالبداية انتسبلوا اكتر من ثمانين الف. وهلا وصلوا للملايين. تماما تماما. يعني ربما فيننا اعتبرها بين قوسين هيدا اهم خطوة عمل بنك جرامين واثبت الجدار. طبعا يعني حتى ساعد حول العالم اكتر من ثلاث عشر مليون اسرى فقيرة. خلينا نحكي عن انتشار بنك جرامين حول العالم. انتشار باكتر من مئة دولة بنك جرامين. على مدار من وقت انشاؤه من بداية انشاؤه والدكتور محمد يونس عم بيتنقل بين الفروع لحتى يدعم فكرة البنك. يعني ما ضل هو حاليا ببنجلاديش. بس كل فترة يعني بيحاول يتنقل بين فروع البنك لحتى يساعد. يعني اي حدا بيحكي انه مثلا احنا بدنا نتواصل معك او هيك شي يعني بيروح لعندن وبيبعط طاقم تدريبي كمان. هيو. هاي بدنا ننوح عنا هيدا الموضوع انه لما انتشر بنك جرامين كان في البداية في بنجلاديش وهلا صار باكتر من مليون بلد حول العالم. هذين البلدان كلهم نجحت التجربة فيه. لا هلا مو بكل البلدان هلا في بلدان يعني لناجحين فينا نقول لهم انه مية دولة موجود بنك جرامين فيه او فروع منه. هلا هنال مو انه موجود فيه اكثر من مئة دولة بس ما ما حددوا انه اذا ناجحين او مو ناجحين بس السبب هاي ممكن. يعني سر نجاح خلينا نعتبر انه بلد ما تبنى هيدا الفكرة او عمل تعاقد مع البنك. شو سر نجاحه. سر نجاح متل محكينا بالبداية هو خرج من الواقع نفسه. خرج من الواقع. فهو درس الواقع الاقتصادي شاف كيف الوضع. طبعا كان اكاديمي ما حكينا دكتور بالاقتصاد. فهو اكاديمي عرف كيف يحيط بالواقع الاقتصادي. وخرج بهيدا الفكرة. فالفشل عم بيكون ممكن من خلال ما عم بيكون في دراسة كاملة او شاملة للواقع الاقتصادي عم بتأدي. طبعا ممكن كمان نقص بالتأهيل والتدريب. ممكن ما صار تواصل مع البنك. كمان ادى لهيدا هدى اسباب. هايدا. 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 هايدا انا احكي عن تجارب او شي صارت مسال انفشلت. هلا. انا بذكر باحد دول الوطن العربي بمصر. في بمصر نفس الشي. كمان هيدا ما صار تواصل مع البنك يعني. فترته. صار. نشحت ولا فشلت بمصر خلينا نحكي. اه مصر لا ما ما حققت الانتشار. ما فينا نحكي انه فشلت بس ما حققت الانتشار المطلوب. شو السبب انه. السبب انه. سبب انه. بدون. بدون ممكن مو أنه دعم يعني من خلال تدريب طاقم خلال تدريب طاقم كان يفضل يعني نقدر نقول أنه لنجاح هذه التجربة بأي بلد يجب أن يقوم طاقم من بنك جرامين بتأهيل وتدريب فريق آخر هل يفضل كمرحلة أولى كمرحلة أولى يفضل هيك لأنه هنا مثل ما حكينا هلأ نحن هلأ بل 2016 فأربعين سنة نجاح وخبرة يعني هيدا الشيء استحق أنه الواحد يستفيد منه طبعا بالإضافة لأنه يكون حدا عنده فكرة عن واقع الاقتصاد حلو هلأ أنسي زينب بعدما تعرفنا على بنك جرامين بشكل عام وليه الأساسي لإله ننتقل للهدف الأساسي من الحلقة ماذا عن واقع الفقراء في سوريا واقع الفقراء في سوريا حاليا الواقع يعني بسبب الحروب والحرب عفوا على سوريا والأزمة في كتير مواقع محاصرة بالمناطق السورية أدت إلى فقر أكثر من ممكن مثل بنجلادش وأكتر ممكن صحيح يعني في مناطق كتير بسبب الإرهاب وبسبب الضغط على السكان الموجودين صار في مناطق فقيرة مستطيع أن نقول أنه صارت تشابه الفقراء تماما تشابه وضع الفقراء في بنجلادش كمان لهيك يعني هون تظهر أهمية التجربة أنه نحن نستفيد منها لأنه تقريبا صار الواقع مشابه بهذه المناطق لنستفيد من هذه التجربة كيف نحن قادرين نستفيد؟ بمعنى أدق نستطيع أن نقلد التجربة أو نستثمرها كيف نستثمرها للتجربة؟ ندرس أول شيء طبعا واقعنا الاقتصادي بده دراسة كاملة وشاملة للوضع الاقتصادي في عنا كمان بدنا ندرس وضع الفقراء بهذه المناطق بعدها منطلع بنتائج قادرين نبدأ منها بالتجربة ومثل ما حكينا بعدين فينا نتواصل مع أنه يصير تواصل مع القائمين على بنك جرامين لحتى يأمنوا لنا كبداية التدريب اللازم لحتى يتعاملوا مع الفقراء بالأساس لازم يكون فيه دراسة معمقة للموضوع الواقع لازم يكون فيه كوادر من البنك هذا الدليل يؤدي لنجاح الفكرة 100% كوادر تؤهل وتدرب فرقنا نتمنى ذلك بختام حلقتنا كلمة أخيرة تحب توجهيها كلمة أخيرة أول شيء أعطيك العافية كثير استمتعت في هذا اللقاء التجربة اللي عم بحكي عنها هي عملتها بحث وأنا بصراحة كثير استمتعت خلال دراستها وخلال تنفيذها كثير استمتعت فيها بصراحة شدتني كثير وكثير من اللي قوة كمان نفس الشيء تحمسوا للفكرة فإنه هيك فكرة تستحق أنه المحاولة أنه نحن نبلش فيها صراحة وهذا الهدف من حلقتنا عن سي زينب فعلا مثل ما ذكرت هي تجربة ممتعة له لأنه ناجحة نحن دائما هدفنا هو النجاح نتمنى أنه نشوف هيك بوادر عنا شكرا لوجودك معنا ببرنامج تسيولوجيا للباحثة الاجتماعية زينب عريس أهلا وسهلا فيك أهلا فيك شكرا كثير لأينا إذن مشاهدين بنك الفقراء بنك جرامين هي تجربة أثبت القائمون عليها نجاحها في أفقر دول العالم التي تعاني كانت من الفقر ما الذي يمنع هذه التجربة من تبنيها في بلدنا سوريا بالمعايير المناسبة لها سؤال يطرح نفسه إلى هنا نكون قد انتهينا من برنامج سوسيولوجيا مني ومن فريق العمل أطيب التحيات وأطيب الأمنيات بغد مشرق للجميع إلى اللقاء اشتركوا في القناة